اشتركوا في القناة نرحب بوحيد ونسمع منه بعض الاعلانات اهلا بك يا وحيد اهلا فدوى واهلا بكل الاحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع بداية نسبة لتغير ترددات القمر بالنسبة للمشاهدين عندنا في امريكا وكندا والمكسيك خلينا نشوف الاعلان ده بخصوص هذا التردد الجديد وبنرجع للاعلان التاني الحابب اذكر لكم سوف تتغير دبدبات بث قناة الحياة ابتداء من شهر يوليو 2018 في كندا أمريكا والمكسيك على الترددات التالية جالكسي 19.TP7K Frequency and Polarization 11.867 MHZ Vertical اي عمودي SR 22.000 FEC 4 على 3 إذن الناس اللي بيشاهدون في الشرق هذا الاعلان يعني مش خاص بيكم خاص فقط بالناس اللي بيشاهدون في كندا وأمريكا والمكسيك الرجاء الناس المشاهدين في هذه الأماكن يعني يحاولوا يحتفظوا بهذا التردد الجديد بداية من شهر سبعة القادم ويعرفوا كمان الآخرين علشان أحيانا الناس كثيرة بتسأل عن التردد الجديد أما الأمر الثاني فهو خاص ببرنامج الدليل تحديدا بنشكر الرب فاستجابة لطلبات ناس كثيرة جدا مشاهدين أرسلوا لنا رسائل ومن قابلتهم أيضا من الأحباء الذين كانوا يطالبون بعودة برنامج الدليل إلى ساعة ونصف فأنا بشكر الرب وبشكر إدارة القناة لاستجابة لطلبات المشاهدين فحيكون برنامج الدليل بنعمة الرب ساعة ونصف يعود مرة أخرى بعد ثلاث حلقات من اليوم تحديدا يوم تسعة سبعة حيكون أول حلقة لبرنامج الدليل ساعة ونصف نشكر الرب ونشكر كل الأحباء المشاهدين اللي كانوا حريصين أنه يكون فيه وقت أكثر لبرنامج الدليل وده كمان فرصة للمشاهدين أن يأخذوا معنا وقت أكثر في المداخلات ربي بارك حياتكم شكرا شكرا لك مشاهدين أهلا بيكم مرة تانية نحن طبعا ما زلنا في نطاق الرد على الإخوة الكذبة وتعاليمهم البعيدة تماما عن الحق الإلهي يعني نحن ما زلنا برضو بنكشف الأساليب الملتوية اللي بيتعاملوا بيها مع آيات الكتاب المقدس بنكشف ونضحد أدلتهم المزيفة اللي بيحاولوا من خلالها تأييد قضيتهم الخاسرة في خلاص غير المؤمنين تعالوا مع بعض نشوف حلقتنا النهاردة لماذا تخلطون المصطلحات اللاهوتية ده سؤال بنقدم له هؤلاء الإخوة اللي للأسف يعني هم كذبة طبعا مشاهدين بنكون في انتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم وأسئلتكم بنرحب بوحيد كمان مرة وبنبدأ نشوف موضوعنا أهلا بيك مرة تانية أهلا فدوى ومجددا برحب بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان ربي بارك حياتكم جميعا طيب كل الحلقات السابقة دي والأمور اللي كشفناها والأساليب بتاعتهم اللي عملوها هل ممكن يعني نفترض حسن النية عند هؤلاء ونعتبر أنه الخلط ده عن جهل هو يعني الواحد ما بيحب يعني يعني يتهم الآخرين بأي اتهام لكن من الواضح جدا أنه كثرت الأخطاء وأبجدياتها يعني إحنا بنتكلم عن آلف بقى لاهوت مش ممكن يكون جهل يعني لذات الوقت إحنا بنتكلم عن ناس يعلمونا تماما يعرفونا معرفة كبيرة جدا للمصطلحات اللاهوتية فبالتالي من الصعب أن يكون بجهل أو بعدم معرفة أو بدون قصد خاصة أن إحنا من متكلم عن عن مرة عن آية عن مصطلح نعم نحن متحدث عن فكر كبير جدا يشمل أمور كثيرة جدا داخل هذا الفكر لا يمكن أن تكون مصادفة ولا يمكن أن تكون هي مجرد أخطاء فواضح أنه يعني هذا قرار وهذا القرار يعني تم اتخاذ وبناء على هذا القرار تم محاولة تقديم شيء غير موجود أصلا في العقيدة المسيحية نعم طيب خلينا نبدأ نشوف أي المصطلحات اللي هم خلطوا فيها خلينا بيقولوا أي فالذين يجهلون بلا ذنب منهم إنجيل المسيح وكنيسته ويبحثون عن الله بقلب سليم ويسعون بأعمالهم تحت تأثير النعمة إلى إتمام مشيئته الظاهرة لهم فيما يمليه عليه ضميرهم يستطيعون أن يصلوا إلى الخلاص الأبدي طيب ما عليش قبل ما تبدأ موضوعك يعني رجعنا هنا بنتكلم عن الذين يجهلون بلزم يجهلون طيب الناس اللي مش جاهلة بالكلام ده وفين هم الناس اللي بتجهل النهاردة علشان كذا إحنا لما تكلمنا عن الحلقة السابقة الذين بلا ناموس أكدنا أن القضية ليست قضية أنه هم بيتكلموا عن ناس يجهلون نعم هذا بيمدحوا في الأديان الأديان فيها كنوز الأديان فيها قيم أخلاقية تخلص نعم ما عاد الحديث أصلا هذا الكلام ينطلي على من لا يعرف أبجديات الكتاب المقدس لكن على من يقرأ قراءة بسيطة للكتاب المقدس لا ينطلي عليه هذا الكلام أنه إحنا بنتكلم عن الذين لم يجهلوا الذين لم يسمعوا قد قدمنا الحلقة السابقة الذين بلا ناموس لكن هنا الحديث واضح جدا أنه الكلام يدور حول الأديان بذاتها وليس عن الذين ينتمون إلى هذه الأديان فقط لا يتكلم عن أديان إنها كويسة فلماذا لا ينتمون إلى هذه الأديان إذا كانت كويسة وتخلص ده ببساطة سؤالك أما الكلام اللي حضرتك قرأتيه من شوية ده كلام يعني جملة وتفصيلا خاطئ ويتناقض تماما مع يعني حتى هم وقعوا في تناقض في الثلاث أربع سطور دول لأنه ببساطة لما تبسكد عزيز المشاهد ويسعون بأعمالهم يعني مش بفداء المسيح هم بيسعوا بأعمالهم تحت تأثير النعمة إزاي أصل النعمة غير الأعمال تماما أنا أتكلم هنا عن أعمال الناموس مش هتكلم عن أعمال المؤمن هتكلم عن أعمال الناموس هتكلم عن أعمال الأخلاق الوثانية إزاي أنت بتحطها هنا ويسعون بأعمالهم تحت تأثير النعمة هذا تضاد لأن ما هي النعمة ده اللي هنشوفه بعد شوية ثم يختم بأنهم يستطيعون أن يصلوا إلى الخلاص الأبدي لا يستطيعون بأعمالهم يعني بعيد عن المسيح بعيد عن الفداء وهم يدركون من هو المسيح ويعرفون المسيحية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصلوا إلى الخلاص الأبدي فهناك المتين شوفي يعني 180 درجة تماما 180 درجة بمعنى الحرف والكلمة فين الأعمال وفين النعمة وحتى أكون واضح للمسيحيين أنا لا أتكلم عن أعمال المسيحي المؤمن بالمسيح هذه قضية أخرى أنا أتكلم عن أعمال من لا يؤمن بالمسيح تخلي بالك عن شريعة من ليس له معرفة ولا إيمان بالمسيح هنا الكلام يدور حول هذه النقطة تحديدا إذن يسعون بأعمالهم ويقولك إيه تحت تأثير النعمة أي نعمة النعمة لا تعمل إلا حينما تجد ختم الدم دم المسيح هنا تعمل النعمة وعاوز أنا أقول بداية إذا سمحتي لي تم استخدام هنا أمامنا مصطلح مسيحي هام جدا وهو النعمة وقيل أن الوثنيين الذين لا يؤمنوا بالمسيح هم تحت تأثير النعمة وبأعمالهم يستطيعون أن يصلوا إلى الخلاص الأبدي عاوز أقول كلمة نعمة ما معناها؟ في بعض الكلمات الموجودة في الكتاب لأنها استخدمها الوحي أخذت بعد جديد خلينا أقول بداية أن كلمة النعمة وردت بالكتاب المقدس حوالي 200 مرة عهد قديم وعهد جديد وردت في العهد القديم في أسماء ناس بهذا الإسم وردت الأكثر أنه يقول لك مثلا وجد نعمة يعني وجد استحسانا فلان وجد نعمة في عين الملك أنه وجد قبولا في عيني الملك ووجد قبولا حسنا عند الآخر من المتين مرة في 119 مرة وردت في العهد الجديد كلمة النعمة وقبل أن أقول بخطأ هؤلاء عقائديا تماما حيث لاهتيا وكتابيا علينا أن نسألهم بداية ما هو مفهوم النعمة؟ ما هي النعمة؟ بداية لأن النعمة معروفة يعني وده المحور الأول اللي أنا أتكلم فيه من خلال الوحي المقدس ده المحور الأول ما هي النعمة؟ كلمة نعمة تعني بركة رضا إحسان شخص ينعم على شخص آخر يحسن إليه يرضى عنه فالإنسان ينعم على من هو مستحق ده في إطار البشر أجد نعم أنا أحسن إلى شخص أجده مستحق لكن حينما استخدمها الوحي المقدس ليشرح بها هبط الله للإنسان أخذت بعدا جرائعا بعدا آخر تعدت كل الخطوط كل الحدود لتكون هبط حياة جديدة بالمسيح لمن لا يستحق ثاني النعمة في إطار تداولنا إحنا شخص ينعم على شخص بإحسان بعطية برضى لأنه وجده يستحق الله النعمة هبطه هي المسيح لمن لا يستحقون وهم كل البشر فأخذت النعمة هنا بعدا جديدا تخطط حدود أنك أنت يعني مستحق لا هي تعدد هذه الخطوط من يستحق هبا من الله المفروض يستحق الموت آدم حينما أخطأ يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت فأعلن الرب فداء لأولاده بأن أراق دم حمل وستر به عورة آدم في جنة عدن آدم كان يستحق الموت لا يستحق النعمة لا يستحق الرأفة لا يستحق الرحمة كان يمكن أن يميت آدم للأبد فالله بمحبته غير المحدودة اختار أن يحسن لمن لم يستحق الإحسان هذه النعمة في المفهوم المسيحي والإحسان الذي بنعرف بي أي هي النعمة هو هبة الحياة الجديدة فقط بالإيمان بالمسيح هذا الإحسان لغير المستحق يسمى النعمة إذا ما واضح أقولي لأعيد مرة تاني واضح إذن النعمة هي أن الله قدم أعظم هبة لمن لا يستحقها هذه الهبة هي المسيح هذا هو اللهوت المسيحي هل ما أقول له ما يشهد له في الوحي المقدس عشرات الآيات يصعب علي جدا أن أرضي كل من يعرف الآيات لكن سأخذ البعض مثلا نحن نتكلم ما هي النعمة روميا ثلاثة أربعة وعشرين ستة وعشرين متبردين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح ليس بر يسوع المسيح الذي قدمه الله كفار بالإيمان بدمه كفار بالإيمان بدم المسيح ليس بأعمالهم وبعد كده لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله ويبرر من هو من الإيمان بيسوع ليس سيبرر حد تاني سيبرر من هو من الإيمان بيسوع المسيح سنعايز ألفت النظر هنا لكلمة ربما تهم شهودية وأيضا بصورة خاصة لأنه الكل في الموازين شوف معي هنا هنا يقول بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه فبدمه تعود على يهوى فمتى يمكن أن يقال بدمه للسيد الرب إلا حينما ظهر في الطبيعة البشرية كان في الجسد فإذا هنا الفداء الذي بيسوع المسيح الإيمان الذي بيسوع المسيح بدمه لا توجد نعمة بعيدة عن دم المسيح النعمة لا تعمل إلا في من هو مختوم بدم المسيح يعني النعمة حينما ترى ختم دم المسيح هنا تعمل لا تتكلم عن النعمة أن تعمل في غير المسيحيين وهنا عاوز أشر لجزئية برضو في لهوت المسيحي معروفة الروح القدس يعمل في غير المؤمنين ليأتي بهم إلى الصليب ليبكتهم هذا كلام المسيح في يحنة ستاشر ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون به أما على بر فلأنه ماض إلى أبي وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قدين دا المبكت يفحم بالحجة كلمة يبكت فهنا إذن الروح القدس يعمل فيهم يبكتهم ليعرفوا أنهم خطى فيعودوا إلى الصليب يذهبوا إلى الصليب يؤمنوا بالفداء يعتمدوا باسم المسيح هنا تبدأ عمل النعمة هنا هذه هي النعمة أنه قبل المسيح بالاختصار هذه هي النعمة أنه قبل المسيح فأنت زي بتقول تحت تأثير النعمة بأعمالهم دا صفر لهوت صفر يبقى إذن هذه الآية اللي أنا قدمتها هنا الآن هي تنفي عقيدة تنفي عقيدة النعمة التي تعمل في غير المؤمنين وتؤكد أن النعمة هذه هبة مجانية وليس اعتمادا لا على ناموس موسى ولا على شريعة الوسني أي عمل الوثني الذي سيحاسد به موازن للناموس الموسوي لا يمكن أن يؤدي إلى الخلاص إذن بهذا الفهم الكتابي أنا أسأل من كتب هذا الكلام أعطونا آية واحدة فقط في كتابنا المقدس لعمل النعمة التي تخلص بعيدا عن المسيح واحدة وإلا لماذا تخلطون المصطلحات ده خلط في المصطلحات لما تجيب كلمة النعمة كمصطلح لهوتي مسيحي وتقول أن هذه النعمة تؤثر على الوسنيين فتخلصهم ده خلط مقصود واضح جدا لأننا نعرف أن النعمة لا تعمل إلا في المفديين العمل المستمر والأساس اللي هو قبول المسيح الذي هو النعمة تكن أعطونا آية واحدة فيها الفهم في كتابنا العظيم الكتاب المقدس لا يوجد بعيدا عن فداء المسيح طب ماذا بيدل على أنهم فعلا قصدين أنه يضللوا أنه الموضوع مش جهل لا يمكن يكون جهل هذا كم كبير جدا من الأخطاء وكم كبير جدا من الأخطاء وضع بصورة معينة ليصب في اتجاه واحد فهو مش قطأ لا هو اتجاه واضح مقصود طيب أنت ذكرت شخصية كرنيليوس يمكن مرة أو مرتين قبل كده لكن أنا لما قرأت الكلام ده يبحث عن الله بقلب سليم بيسعب أعماله إلى إتمام مشيئة الله بس برضو ما سفهوش الله كده وقال له يلا بأعمالك أنت خلاص أنت مفدي بالمناسبة كرنيليوس هو من الشخصيات القوية في حياة الكنيسة الأولى التي تؤكد أنه لا خلاص إلا بالمسيح شوفي كرنيليوس قدم أخلاق قدم أعمال صالحة صحيح صدقات كان رجل يتقي الله ظهر له ملاك الرب ومع ذلك كل هذا لم يعطيه خلاصا كل هذا قاده الملاك ليذهب إلى المسيح إلى الخلاص وإلا كان تركه صحيح بالضبط كده خليك ده أنت تقي يعني تقيه كويس لكن ماذا ماذا تفعل تقواه في فساد طبيعة البشرية وحكم الموت الأبدي اللي عليه لا ترفع ولا ناموس موس سيرفع الموت الأبدي ناموس موس سيعطي عربون غفران كفارة بدم الزبائح الحيوانية المبنية أساسا على المسيح ويأخذ العربون حينما يأتي المسيح يأخذ الكفارة والقيامة قدرة القيامة من الموت هبة الحياة المجانية في المسيح يسوع نعم أنا عايز أثبت بالوحي المقدس الكلام اللي أنا ذكرته من شوية أن النعمة هي هبة مجانية فضل مش بالأخلاق مش بالأعمال لا بأعمال وثني حيأخذ نعمة ولا بأعمال يهود يأخذ نعمة ولا بأعمال مسيحي مسيحي أعماله هي دي برهان برهان إيمان تأثي طبيعية يعيشها صحيح أرني زي ما قال الله قديسي عقوب في رسالته نعم أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني تشهد أعمالي عن إيماني نعم فهذا موضوع الثاني أنا مش عايز بعض المسيحيين ربما يحدث لهم خلط هنا لا نتكلم عن الأعمال التي بعد الإيمان نتكلم عن من لا يريد أن يؤمن ويقولون لنا أن أعماله تخلص فعايز أثبت أنه النعمة هي هبة مجانية رومي أربعة أربعة أما الذي يعمله فلا تحسب له الأجرى على سبيل نعمة بل على سبيل دين اللي بيعمل لا تحسب له الأجرى على سبيل نعمة ده كلام الوحي أنتوا بتقولوا بأعماله تحت تأثير النعمة هتودي الكلام ده فين أما الذي يعمله فلا تحسب له الأجرى مكافأته اللي حياخده لا تحسب له على سبيل نعمة بل على سبيل دين أنت عملت عمل قصاده أجرى يبقى أنت بتاخد حقك لكن النعمة مش كده النعمة أنت مش مستحق أي شيء وأنا بدي لك يعني الوحي هنا ينصف الكلام اللي احنا قرأناه منذ قليل هؤلاء الناس واضحة جدا واضحة جدا الذي يعمل الذي يعمل يأخذ أجرى الأجرى تحسب له لا على سبيل نعمة لأن النعمة أصلا مش لواحد عمل فيستحق لمن لم يستحق يأخذ النعمة طيب في روميا حذاشر ستة فإن كان بالنعمة خلاص بقى إن كان هنأخذ المسيح ده الإيمان ده الهبة المجانية بالنعمة فليس بعد بالأعمال وإلا فليست النعمة بعد نعمة مش بالأعمال بناخذ مش بعد أعمل وأعمل أعمال حلوة وكويسة عشان أخذ الخلاص لا أنا خدت الخلاص هبة مجانية وأعمالي تشهد لخلاصي تشهد لإيماني تعطيني درجات في السماء لكن الخلاص بالهبة المجانية وإلا فليست النعمة بعده نعمة ثم يقول وإن كان بالأعمال لو أنت بتتكلم بالأعمال زي ما ذكرته من شوية يبقى ما فيش نعمة ما تتكلمش عن النعمة فليس بعد نعمة وإلا فالعمل لا يكون بعد عمل يبقى ما عملش حاجة أنت بتتكلم عن واحد عمل يبقى ياخد أجرة ما تتكلمش عن النعمة ده مش كلام وحيد ده كلام الوحي المقدس ده كلام المسيحيين عبر تاريخهم الطويل ليس هناك جديد لم يتكلم أحد قط في هذا الأمر من قبل ما الجديد لماذا لماذا يحاول البعض فبركت مفاهيم ومصطلحات بعيدة عن إطار الوحي وغطاء الوحي الكلام هنا لا يستقيم شوفنا في روميا وكمان أخذ غلطية 221 طبعا عارف الآيات كثيرة لست أبطل نعمة الله لأنه إن كان بالنموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب إذا كان النموس الموسوي خلي بالك وهو كلام الله فيه يعطي البر يبقى المسيح مات بلا سبب فكم وكم شريعة الوثنيين إن كان بها بر وخلاص أبدي فالمسيح إذن مات بلا سبب القضية مفهومة واضحة جدا ثم يقول في غلاطية خمسة أربعة قد تبطلتم شوف الآية قوية إزاي قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالنموس شوف الكلمة التعبيري اللي جاي سقطتم من النعمة اللي عاوزين تتبرروا بالنموس اللي بتقولوا إنه الوثنيين يمكن أن يخلصوا بأعمالهم أنتوا سقطتم من النعمة يبقى ما تقول تحت تأثير النعمة بيقول لك اللي يرتكز على شريعة تخلصه هو بعيد عن النعمة سقط عن النعمة إزاي يكون تحت تأثير النعمة إذن كلام واضح آلف باء مش عملية فيها يعني أنت محتاج أن تجهد نفسك لتفهم آفاس ستنين وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا كنا أموات بالذنوب والخطايا وخلي بالك من ضمن هؤلاء أيضا يهود وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا يعني زي الباقيين الأمم حصل إيه بقى الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن وهنا دخل نفسه بولوس ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون مش بالأعمال مش واحد وسني عنده بيصوم وبيصلي وبيزكي وتقوله ده بيخلص بالأعمال دي بجزن المسيح مات بلا سبب لا هنا الكلام واضح ونحن أموات بالخطايا أنت يهودي يا بولوس كنت ميت بالخطيئة نعم الناموس لا يقيم أموات الناموس يعين الخطيئة ويشاور يشير إليها ويعين عقوبتها ولكنه لا يعطي خلاص هذا هذا نجاح الناموس الناموس نجح تماما في دوره في وظيفته أن يقول للإنسان أنت خاطئ زي ما قلتلك المرة مرايا يشوف فيها نفسه ويشوف أخطاؤه المرايا ليس تعالجه هذا هو الناموس تماما بل أقصى من ذلك فالناموس يعين العقوبة وهي الموت ثم يكمل هنا في هذه الجزئية وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق فين أظهر غنى نعمة الفائق بقى باللطف علينا في المسيح يسوع مش في أعمال أخلاقية لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد وبكل بساطة دول يكتبوا يقولوا إيه بقى يقولوا بكل بساطة إنه دول بأعمالهم تحت تأثير النعمة يمكن أن يخلصوا نعم نعم دا كلام لا يمكن أن يقولوا مسيحي يعتد بكتابه المقدس يعتد بلهوته المسيحي يعتد بتاريخ المسيحية وتاريخ الأبائيات في أقوال واضحة جدا وعلى رأس الكل على رأس هذا الهرم يجلس الوحي المقدس فوق الجميع يبكت كل من يعني تسمح له نفسه أن يخرج بتعليم جديد كيف يكون الخلاص للوسنيين وجلوسهم في السماء بدون المسيح إذا كان المسيح الفادي خط طبيعتنا ودخل شق بها السماء ودخل فأصبح من سيدخل السماء يجلس في جلوس المسيح هو من قبل هذا المسيح بدون المسيح الصاعد الجالس في يمين العظمة لا يمكن أن ندخل السماء وده يقولنا هذا المفهوم للمحور الثاني إذا كان موس المسيح يؤدبنا أو مؤدبنا إلى المسيح يعني يقودنا للمسيح يعني يوصلنا للمسيح يعني برضو زي ما أنت تقول النموس ما فيهوش ما فيهوش بر ما فيهوش خلاص فكيف نموس لوينيين ممكن يقودنا للمسيح مضبوط مع أنه هو ليس gar للمسيح هم عايزين يقودنا للمسيح يعني هو بس من غير المسيح موازل المسيح طب ده مش مفهوم برضو الكلام ده ولا ولا كل ده هم يعني بيغلقوا عليه مش عارف أنا هم بظلموه هم لما واحد مسيحي يقول لمسلم انت حلو انت في اسلامك ممتاز انت كويس انت اغلقت عليه الحياة الابدية صحيح بالضبط انت حرمته من المسيح بالضبط يجب ان يقال انه لا طريق للسماء غير المسيح هذه عقيدتنا نقولها بفخر وبشموخ وبعزة لان هذا هو المسيح العظيم قدم ذاته لم يقصر في شيء وعلى الصليب قال قد اكمل وهو قدم ذاته للجميع يعني انا كنت يهودي ما احنا اجداد نعرف المسيح وآمنوا بي وكانوا ثنيين وبالتالي على من هو بعيد عن المسيح ان يدخل تحت مظلة الدم وإلا الملاك المهلك سيعبر في وقته ولا يلوم إلا نفسه بعد كده بعدين يعني انا ما بعرف هل دي رحمة مثلا منهم دي محبة يعني المسيح لما نوصانا نحب اعداءنا اذا على فرض انه المسلم عدوانا او البوزي او ايا كان المفروض ان انا احبه لما احبه اوصله للمسيح ده صح مش ادعي بخلاص خارج عن المسيح ده صحيح ده صحيح ده صحيح انا اعتبر ده كوره يعني ده صحيح تعلق على الحتة سريعة تفضل انت ذكرت ان المسلم عدوانا هو نصب نفسه عدو صحيح احنا ما عندنا عداء غير واحد بس هو الشيطان نعم نعم طيب قبل ما تدخل للمحور التاني خلينا نطلع فاصل نشوف في الفيديو السابق نشوف ونرجع مع بعض سوف تتغير دبدبات بث قناة الحياة ابتداء من شهر يوليو 2018 في كندا امريكا والمكسيك على الترددات التالية جالكسي 19 فاصلة TP7K Frequency and Polarization 1-1 فاصلة 8-6-7 MHZ Vertical أي عمودي SR 22 فاصلة 0-0-0 FEC 4-3 طيب اهلا بيكم مرة تانية مشاهدينا وبنواصل الموضوع بتاعنا وحندخل أكيد للمحور التاني المحور التاني مصدر النعمة يعني من هو النعمة من هو مصدر النعمة منبع النعمة أساس النعمة خلينا نشوف الوحي المقدس بأوليه نعم النعمة بهذا المفهوم أنه هبة مجانية لمن لا يستحق نعم خلينا نشوف وحي المقدس يحنى 1 14 16 17 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا دعا للمسيح الذي هو كلمة الله الله المتجسد الظاهر في الطبيعة البشرية ومن ملئه من ملء المسيح نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة ثم يقول لنا مصدر النعمة لأن النموس بموسى أعطية أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار يبقى إذن النموس بموسى أعطية لكن النعمة مش بتناموس بيسوع المسيح فإنت عاوز تجعل ناس تحت تأثير هذه النعمة وبعيد عن المسيح يسوع مش ممكن يعني أنا حقيقة أستغرب إنه إذا كان بجهل وأستبعد ذلك لا مشكلة لكن إن كان عن قصد إذن أين الضمير أين الضمير المسيحي في هذه الجزئية الحصول على النعمة لا يتم إلا بالإيمان أي تؤمن أولا فتعمل النعمة مش ممكن يكون حتى تحت تأثير النعمة يكون تحت تأثير عمل الروح القدس المبكت اللي بيقوله أنت خاطي ده العمل اللي بيكون فيه غير المؤمنين عمل الروح القدس لقيادتهم وليس حتى سكن الروح القدس فما بالك عن النعمة نعم وكمان أقول وده مش للترتيب لكن لشرح كيفية الحصول على النعمة إنه آمن وبعد كده تقبل المسيح عطيته المجانية كفارة يغطى بدم المسيح وبالتالي هنا تعمل النعمة إذن فهي عمل يتم فقط في المؤمنين بالمسيح أولا فقط 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 مرتبط بالإمام بدم المسيح وفدائه وكفارته وخلاصه يعني روح الله يعمل في غير المؤمنين لكن لغير المؤمنين فالنعمة ليست منها ولا عملا ولا تأثيرا لها ولا تمثل لهم حال يتنعمون فيها نعم إزاي بعيد عن المسيح واضح الكلام واضح جدا خلينا أقول الكلام ده من كورينسوس الثانية خمسة تسعة تاشر يقول أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطياهم يعني خليني أقل بالكلام ده أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه يعني بعيدا عن المسيح حاسب لهم خطياهم محسوبة خطياهم الخطياة تؤدي للموت طيب في المسيح يسوع النظام غير حاسب لهم خطياهم فالنعمة فالنعمة ليست مجرد علاقة بل هي هبة ضرورية عشان تعيش العلاقة الصح مع ربنا يعني هي مش مجرد علاقة مع ربنا ده مش النعمة النعمة هبة عطية لتحيى الحياة الحقيقية الصحيحة مع السيد الرب فأقام الرب طريق هذه المصالحة مع الإنسان المعتدي و بيعتد بسلوكه و بأخلاقه بقول لنا غير حاسب لكم كل هذه الخطايا وتعدياتكم بل وحخلق فيكم كمان طبيعة جديدة هي هذه النعمة في طيطس ثلاثة أربع إلى سبع يقول ولكن حين ظهر لطف مخلصنا لطف مخلصنا الله وإحسانه ظهر إزاي بقى لطف مخلصنا الله مخلصنا الله نعم يهوى المخلص يهوى ظاهر في الطبيعة البشرية لا بأعمال في بر عملناها نحن واضح نعم بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا يهوى يسوع المسيح مخلصنا حتى إذا تبررنا بنعماته نصير ورسة حسب رجاء الحياة الأبدية فإنت بتديل رجاء الحياة الأبدية بناء عليه ده ما هو بعيد عن المسيح تقول ويمكن أن يخلصه يخلصه لما كل الأمور متداخلة ومتجهة بقوة وبإصرار على محور واحد هو المسيح فإنت أنا مش عايزة أحطه في سؤال لكن عايزة أحطه في طلب نقول إيه لأتباع هؤلاء الإخوة الكذبة أو الناس المقتنعة بفكرهم بعد كل اللي هما شافوا بعد كل الحلقات إحنا مجدمين حواري 8 حلقات يمكن ويمكن أكتر كمان هل هما لسه مقتنعين بالكلام ده هل هما راضيين عن الوضع ده هل بيرضيهم أنه المسلم يبقى مسلم ويهلك في النهاية بالكلام ده كله يعني أنت لو عزان أنا أقدم يعني شيء أنا أقول الرجاء العودة إلى اللهوت المسيحي الحقيقي السليم الصح وليس اختراع يعني عقيدة جديدة أو مصطلحات جديدة بكل اتضاء بكل محبة بكل شفافية العودة إلى اللهوت المسيحي المعترف به من كل الطائف المسيحية ده المفروض يكون كذا لكن أنه نخترع فكري جديد وعقيدة جديدة أعتقد هنا نحن نتنكر للمسيح ولنعمة لنحن نحن نريد أن نفصل عنه لتعطي تأثيرا للوسنيين ولكن تأثيرا منفصلا عن المسيح فإحنا بنجزئ المسيح وبنشرح المسيح وده كلها يعني أعمال قام بها آريوس من قبل وقام بها كثير من المهارتقين عبر التاريخ فالرجاء العودة إلى اللهوت المسيحي الموجود والذي يملأ الكتب هو الكتاب المقدس وحده كافي أنت ما جبتش كتب أنت جايب الكتاب المقدس لوحده يعني تمام أشكرا ما فيش أوضح من كده طيب نكمل أنا عاوز أدخل إلى المحور الثالث كيفية الحصول على النعمة في آيات كثيرة احنا ذكرناها وهي تؤدي هذا الغرض وأنا مش هعيدها لكن هضيف عليها والمحور الثالث إزاي الإنسان يحصل على النعمة هل وهو وسني يبقى فيه تأثير نعمة عليه مصر أنت لما تيجي تقول لي النهاردة الوسني تأثير النعمة شغال فيه يبقى هو حصل على النعمة هو طيب إزاي حصل على بعيدة عن المسيح روميا 4-16 لهذا هو من الإيمان كي يكون على سبيل النعمة ليكون الوعد وطيضا لجميع النس ليس لمن هو من الناموس فقط يعني مش بس لليهود بس بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا يعني الوعد ده لما خدوا إبراهيم قبل الناموس في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض ده قبل الناموس الإيمان هيكون على سبيل النعمة عطية الهبة في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض نعم وبعد كده جينا موس موسى يعني مش بأعمال فالوعد سبق الناموس نعم الوعد نعم أن المسيح تتبارك فيه جميع أمم الأرض نعم سبق الناموس فهو عطية مجانية لكل الأمم بالإيمان بالمسيح نعم إلا هيكون من إيمان إيمان إبراهيم طب إيه هو إيمان إبراهيم زي ما قالوا كلاما خطأ وإحنا عملنا عليه حلقة كاملة أن المسلم هو عنده إيمان إبراهيم كذب لا يعرف إيمان إبراهيم إيمان إبراهيم واضح جدا سفر التكوين 22 في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض هل هذا إيمان المسلم ليس إيمان المسلم هو إيمان إبراهيم حتى مهما قالوا يعني وكل تزوير وتزيف في روميا 5 2 يقول الذي به أيضا بالمسيح قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله يبقى بالإيمان الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان بالإيمان ندخل لفين للنعمة يعني النعمة دي عندها باب عايزين ندخل للنعمة الباب بتاعها اسمه الإيمان ما تقلفش يا وحيد وحيد مقدس يعني علشان يدخل النعمة لها باب هو الإيمان بالمسيح فإنت زي بتقول تأثير النعمة على وسنيين يعني الباب تاني مش كده عملوا باب تاني عملوا باب تاني زي البهائية البهائية كان اسمها البابية أصلا وأخذ واحد يعني اللي هو عمل أصلا البهائية سمى نفسه الباب مع أنه الباب هو المسيح الذي قال عن نفسي أنا هو الباب صراحة أنا هو الباب فإذا ناس كتير عبر التاريخ بتحاول وتجاهد أن تعمل أبواب ومداخل وطرق صحيح الفشل هو النتيجة والمحصلة ليس هناك باب ولا مدخل غير المسيح في الوقت الناس بتفتش على الباب وهم مش عارفين الباب الحقيقي أو رفضين الباب الحقيقي وبيعملوا لنفسهم أبواب بيجي الإخوة بيفتحوا لهم أبواب برضو بعيدا مع أنك أنت مسيحي مفروض تجيبوا للباب الحقيقي صح لا أنت بتوافق على الأبواب اللي هم فتحوها بتقولهم أنتوا حلوين ده صحيح يعني الإخوة الأحباء المسلمين عملين يطوفوا حول الكعبة بيدوروا على الباب مش لقينهم الباب مش هنا الباب هو المسيح تعد تلف كده وتلف وتلف وفاكر أنه ده بيغفر لك خطاياك صدقني كذب صدقني من قال لك أنك سترجع كما ولدتك أمك هذا كذب طواف حول كعبة أنت بتدور على إيه أنت بتدور على الباب الباب هو المسيح التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاص الأرض هتعد تطوف كده طول عمرك وبعد كده تلاقي نفسك أنت يعني في مكان حتندم أنك أنت كان قدامك الباب ورفضته أكمل نتفضل طيب أخذنا روميا خمسة خليني أروح إلى روميا خمسة عشرة بيقول لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته ثاني الكلام ده لأنه وين كنا ونحن أعداء مين الأعداء دول؟ كل البشر ليه أعداء؟ لأنه محكم عليهم بالموت الأبدي هم في عداوة مستمرة مع الله لأنهم يكسرون ويتعدون على وصية الله فعملوا نفسهم أعداء نعم رح ربنا عمل مصالح مع الإنسان وقدم المسيح بموت ابنه صلحنا بموت المسيح فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته لكن مش ممكن تخلص بدون حياة المسيح فقط بالنعمة التي هي قبول حياة المسيح المبزول على الصليب والقائم من الموت فحياة المسيح المبزول على الصليب هي نيابة عن حياتي وحياة كل مؤمن بالمسيح هي عوض هي بدل ده الفداء ده الكفارة إذن فإن النعمة تمضي أبعد من الرحمة فيقدم الله نعمة للمعتدين عليه والمتعدين وصية والنعمة كأنها تشمل تحتيها كذا الرحمة والعدل لأن الرحمة التي تريد أن ترحم الإنسان والعدل الذي يقتص من الإنسان هذا هو عمل المسيح عمل النعمة فالنعمة أعطت هذا الذي لا يستحق غير الموت أعطته هبة مجانية بحياة طب والعدل راح فين أكمل في المسيح نعم روميا خمسة قبل روميا نفس الآية التي أنت صلحنا لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت يعني الصلح مع الله بموت المسيح فقط فقط يعني إذن أي حد خارج المسيح هو ما فيش صلح بينه هو في عداوة مع الله هو في عداوة مع الله ومع ذلك العدو بتاعه ده هيدخلوا السماء عايزين يدخلوا أو العداوة بتاعته هتديله طبول أمام الله صراحة كلام كلام بني كلام مناقض للوحي كلام مناقض للفهم اللاهوتي السليم للمسيحية فالنعمة هي قبول عمل المسيح الكفاري نعم من أجلنا ولا تتمتع بهذه النعمة ما لا يتمتع بها أي شخص لم يقبل المسيح طبعا أنا أكرر عشان أسبت الكلام أسبت الفكرة خلينا أروح لأفاسوس فضل أفاسوس 1 5 إلى 8 يقول الوحي المقدس إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه سعيزة قفية حسب ما سرت مشيئته يعني السيد الرب حسب ما سرت إرادته سروره أن يجعلنا أبناء نكون أبناء له نعم هذا التبني حصل بيسوع المسيح يعني صيرنا أبناء لنفسه بيسوع المسيح ابنه ودي أحد أعمدت هبة التجسد أن تجسد لابن الكلمة شاركنا في اللحم والدم بدخوله إلى عالمنا هذا الابن كلمة الله نحن شاركناه أيضا في بنوته يعني أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له ما هو الذي له أنه كلمة الله أنه ابن الله أعطانا بالإيمان باسمه سلطان أن نكون أبناء الله فهنا هذا التبني لا يمكن أن يحدث التبني لذات الله أن نكون أبناء لله حسب ما سرت مشيئته بعيدا عن الإبن يسوع المسيح نعم فمن آمن بالإبن يحصل على هذا التبني من آمن بكلمة الله الإبن يسوع المسيح يحصل على هذا التبني لله من يرفض الإيمان بإبن الله لا يحصل على التبني نعم كلام وحي رائع جدا تربط الآيات مع بعض تتمتع بالوحي المقدس تتمتع بالعقيدة المسيحية ثم يكمل هنا ويقول إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب ما سرت مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب في المحبوب والمحبوب دي الرحمن اللي هما مش عارفينها في العربي لأنها أصلا كلمة ليست عربية وليس لا يستطيع أي عالم لغة عربي أن يجد لها مشتقات يعني مش الرحيم يرحم رحيم لكن الرحمن ليس لها اشتقاق في اللغة العربية لأنها أصلا كلمة آرامية المحبوب فالمحبوب هو المسيح فهنا لمتح معلش عزيزي المخرج خليهم بس يشوفوا الآية دي لمتح مجد نعمته نعمة دي فين أنعم بها علينا فين في المسيح فما تتكلمش عن نعمة خارج المسيح ما ينفعش ثم يكمل عن المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة تأكيد أن النعمة بعد الإيمان بالمسيح سأرى لك من الوحي المقدس بس آية لكي نستفهم نحن نقول إيه طبعا الكلام ده واضح لا تبني بعيدا عن المسيح خالص التبني التبني الأساسي التبني اللي هو بيدخل السماء وليس تبني الخلق تبني الخلق كل الخليقة هي أبناء لله بالخلق نجه هنا في روميا ستة أحد أربعة أشر اسمع الوحي المقدس كذلك أنتم أيضا حسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطيئة إزاي حنموت عن الخطيئة إزاي الخطيئة لا تؤثر فينا إزاي الخطيئة لا تسود علينا لا يكون لها سيادة وسلطان أن تقتلنا ولكن أحياء لله بالمسيح يسوى ربنا فإن الخطيئة لن تسودكم لأنكم لستم تحت النموس بل تحت النعمة دي عايزة وكفة كمان ماذا كده نعم إيه رأيك في الكلام الرائع ده معلش عدلنا الحتة للجزء الأخير لأنكم لستم تحت النموس فإن الخطيئة لن تسودكم ليه الخطيئة ليست لها سيادة إيه هي سيادة الخطيئة بتقتل الإنسان موت أبدي ليس لها سيادة ليه ليس لها سيادة لأنكم يا من آمنتم بالمسيح مخلصا فاديا كفاريا ها أنتم لستم بعد تحت النموس الذي يحكم عليكم بالموت بل تحت النعمة ما هي النعمة أن المسيح مات لأجلك وأنت لا تستحق اقبل هذه العطية المجانية فإن الخطيئة لن تسودكم بموتها لأنكم لستم تحت النموس لا أنتم الآن تحت النعمة إيه هي النعمة؟ المسيح مات عنك شال الدين عليك يبقى اللي تحت النموس ميت 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 محكوم عليه بالموت الأبدي الذي يرفض المسيح هو تحت النموس إن كان نموس موسوي أو إن كان نموس شريعة أدبية موجودة بالأولى طبعا إن كان نموس موسى لا يخلص طبعا فبالأولى نموس الوثنيين لا يخلص نعم الكتاب المقدس ما أروعه وما أوضحه وما أقوىه وأشمل آياته أكمله لأنه تشمل كل شيء أي أن الخطيئة سائدة بموتها على من هم ليسوا في المسيح ده معنى الآية نعم الخطيئة سائدة بموتها على من هم ليسوا في المسيح طيب قبل ما تكمل اسمح ليعتذر لأحباء المشاهدين نحن حاصل خطأ عندنا في الاتصالات فمش عارفين نأخذ الاتصالات بتاعتكم بصراحة أنا كنت فاكرة أنكم حرانين وكسلانين تتصلوا بس طلعتوا براءة سامحونا نحن بنعتذر خلينا نكمل طيب نكمل ربما يعني الرب أراد أن يعطينا فرصة لكن نحن سنعوضها لكم في الساعة ونصف بنعمة الرب بنعمة يسوع في تسالونيك الثانية اثنين الستاشر نسمع الوحي الرائع بوليه وربنا نفسه بيسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة رائع أنتوا فهمتوا النعمة دلوقتي إيه هي خلاص يبقى الآيات واضحة قدامنا يبقى إذا لما تتكلم عن واحد عايز تكلمه عن الرجاء الصالح عن الخلاص الأبدي لا يمكن أنك تكلمه بعيد عن النعمة بعيد عن المسيح وتفبرك مفهوم وتقوله أنت في أعمالك رائع أنت تحت النعمة لا ليس تحت النعمة طالما هو بعيد عن المسيح هو بعيد تماما عن النعمة العزاء الأبدي أمامنا هنا والرجاء الصالح إلا أعطهن ربنا أعطهن بالنعمة النعمة في المسيح يسوع إذن تتقدم لهذه النعمة عشان تاخد مفاعلها مش ترفضها فالآية دي هي رد على الذين يقولون أن الوسنيين وطبعا الآيات التانية كلها لهم نامس أو ما يعادل أن نامس المسى وبالتالي يمكن أنه يخلصوا شوفي حتى الوصايا البسيطة اللي كان بيتدولوها المسيحيون الأول مع بعضهم البعض نعم لفت نظري في رسالة تيموسيوس التانية بولوس الرسول كأب لتيموسيوس يقول له فتقوى فتقوى أنت يبني بالنعمة التي في المسيح يسوع يعني مش النعمة دي لا يمكن تكون بعيد عن المسيح يسوع تقوى بالنعمة التي يعني حتى بيكلم واحد مسيحي مفهورود هو فاهم أنه النعمة في المسيح يسوع لا ما سبهش النعمة التي في المسيح يسوع فمن الخطأ إذن أن يقال أن هناك تأثيرا للنعمة على الوسنيين أو على غير المؤمنين حذاري من خلط المصطلحات اللاهوتية لتمرير قضية هامة بحجم النعمة عايز أقول المحصلة لو ما عندك أي المحصلة هنا محصلة النهائية لهذا الكلام لما هما قالوا نعمة الله تعمل أيضا خارج المسيحية وإن غير المسيحين يمكن أن يخلصوا بطرقهم الخاصة حتى إذا لم يعرفوا المسيح يعني إن عرفوا المسيح أو حتى لم يعرفوا المسيح ليس النعمة وإنما روح المسيح أنتم تقصدون أم تجهلون الفرق بين عمل النعمة وعمل الروح القدس أنا ذكرته النعمة لا تعمل إلا في المفديين فهل قصدتم تحويل المصطلح يبقى في مشكلة عندكم أم بجهل فعلتم لكن المشكلة أن الأمر سواء محصلة واحدة أنه يعني تعليم خطأ هذا التعليم تعليم خاطئ تماما تعليم قاتل مش خاطئ للذين يقبلونه طبعا صحيح إذن بعد كل اللي قلنا هذا لا تخلط بين عمل الروح القدس وسكن الروح القدس والنعمة وكلها أمور يعني أنا أعتقد أنها واضحة جدا الروح القدس يعمل خارج الكنيسة خارج المسيحية نعم ليأتي بهم إلى المسيح يبكتهم ولا يعمل لانتعاش روحي أو لخلود أبدي هذا الكلام لا وجود له في المسيحية ليأتي بهم للمسيح مبكتا مؤكدا أن المسيح هو الطريق والحق والحياة نعم إذن السؤال هل تعمل النعمة خارج المسيح الإجابة القاطعة بعد كل ده نعم لا وألف لا نعم فما فيش حد يعني يخترع المصطلحات عشان يحطها في الإطار ده نعم طيب أنا بشكرك عندي مكالمة ناخدها حامد من الجزائر ألو ألو أهلا بك أخي حامد تفضل سلام المسيح سلام المسيح أخوة حيد وأخت فدوة أهلا بك أخي حامد أنا أريد أطرح سؤال لحضرتك تفضل هو الإخوة الذين تقولون عنهم كذرة هو الذي كانت لديهم في الماضي رؤية مخالفة تماما لليون وهي أن النعمة هي فقط لأتباع طائفتهم وهي حالة وليست كما يقال هذه أو شيء ما هو رأيك في هذا المنظور هل هي حالة يتم الحصول عليها بالأسرار المقدسة وهذه الأمور والأعمال أم أنها مفتوحة لباقي الطوائف وكما يقوله أخي حامد حضرتك عابرة نعم هذا صحيح أنا بصراحة مش عارف أقولك بس أشكر الرب من أجلك يعني يا أخ حامد تعابر وبزلت مجهود وكلامك رائع وكل اللي بتقوله سليم وصحيح أنا بشكرك لأجل هذا البحث قام قام صحيح بصراحة يعني أنا بشكرك أنا مستعجب وحضرتك بتقول الكلام ده أنه للأسف هؤلاء كانوا في وادي بعيد جدا والآن انتقلوا إلى وادي مختلف تماما أشكرك لأجل المداخلة وأنا سأعلق على كلامك يا أخ حامد شكرا لك يا أخ حامد سؤال ثاني تفضل سؤال هل معقول لكم في مسألة لأن لديهم سولة السكريبتورة كما تعرف لديهم بها وبذلك يأخذون مصادر خارب كتاب المقدس أشكرك نعم شكرا لك يا أخ حامد شكرا لكم وشكرا جزيلا الله يباركك شوف يا دقيقة واحدة مصادر للعقيدة خارج الكتاب المقدس لا توجد ما فيش أنا مش محتاج مصادر خارجي أنا عندي الكتاب المقدس العقيدة من الكتاب المقدس عاوز مصادر أخرى ربما تساعدك في أنه مسيحيين قاموا بأعمال أو ما إلى ذلك في إطار مفهوم الكتاب المقدس لكن العقيدة هي من الكتاب المقدس والخلاص نحصل عليه بهبة مجانية بقبولنا لفداء المسيح تبدأ هنا حياتنا المسيحية التي تشهد عن ذلك شكرا لكم شكرا لك شكرا لك وبركك شكرا لكم مشاهدين المسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا زي ما إحنا بنصلي لأجلكم ونشوفكم في حلقة جديدة اشتركوا في القناة